فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فيه من يظن الآن إن الدين هو الذي أخر المسلمين وأن المسلمين تأخروا في الصناعة والتقنيات بسبب تمسكهم بدينهم وهذا مفهوم خاطئ وباطل لأن الدين يحثنا على أخذ المصالح للدين والدنيا على أخذ المصالح للدين والدنيا الله جل وعلا يقول فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما قال لا يتجرون ولا يبيعون بل قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله التجارة والبيع إذا شغلتا عن ذكر الله هذا هو المذموم أما إذا لم تشغل عن ذكر الله فهذا مطلوب هذا أمر مطلوب يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما نهى عن الأموال والأولاد وإنما نهى عن اللهو بها عن ذكر الله فالدين لا يؤخر المسلمين وإنما يقدمهم وأما أن يأتي من يتصف أو يتدين ويترك الأسباب ويعطل الأسباب أو يقول أنها حرام فهذا لا يحسب على الدين هذا يحسب على نفسه على جهله اشتركوا في القناة